المسافر مثلا وقت سات المغرب هل مثلا يجمع يقصر وعلم أنه مثلا سوف يدخل وقت العشاء في البلد الذي أراد أن يسافر له هل إلا هو أن يجمع يقصر أو يصلي المغرب وقتها ويأخر العشاء ويصلي مع الجماعة سوى إليك يعني لو كان يسا مسافر وهو يعرف أنه يسا يصل إلى البيت قبل وقت العشاء فهل له أن يجمع العشاء مع المغرب في مهال السفر أو نقل انتظر حتى تصل إلى البلد الجواب له ذلك له أن يجمع العشاء للمغرب أول لأنه في سفر وقد دخل وقت المغرب ووقت المغرب هو العشاء واحد في الحال التي يجوز بها الجامعة ثانيا أن الإنسان قد يقدر أنه سوف يصل قبل وقت العشاء ولا يصل لها قد تتعطل السجارة أو يحصل أي سبق يمنع من الوصول إلى البلد قبل الوقت لكن نقول الأولى ما دون تتعرف أنك سوف تصل إلى البلد قبل وقت الثانية الأولى أن لا تتعرف طيب أحسن الله إلى كلام مثل الغرارة مثلاً في المغرب العشاء وحكاً إذا وصل البلد اصل لهما جمعين نعم جمع وقصر نعم هل له ذلك؟ نعم لا لو أخر المغرب حتى أصل إلى البلد فلا بأس لكن إذا وصل إلى المغرب هو وقت المغرب باقي فإنه لا جزء أن يؤخرها يجب عليه أن نصليها في الوقت لأن سبب الجمع هو السفر وقد انتهى أرق؟ ثم إنه بهذه الحال أن تقول يجمع ويقصر وهو لا لا يقصر أبداً على كل حال لا يقصر لأن القصر سببه السفر لما تنتهى السفر تنتهى القصر الثابق نعم